أكثر من 900 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن ونحو 700 ألف حالة اجتباه بالإصابة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن القطاع الصحي في البلاد يعاني تدهوراً حاداً جراء الحرب الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 ما أدى إلى شلل في مؤسسات الدولة وتفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد من المرافق الصحية وبحسب المنظمة فإن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون أكثر من 25% من إجمالية الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا فيما يمثل النطاق الجغرافي للحالات المرصودة 305 مديريات تم الإبلاغ عن وجود الوباء فيها وأشارت المنظمة إلى أن هناك زيادة متوقعة خلال الأسابيع المقبلة في الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا في بعض المحافظات بسبب الأمطار الغزيرة تأخذ المأساة في اليمن صورا عدة الحرب ليست أداة الموت الوحيدة في البلاد فالأوبئة وغياب الرعاية الصحية وانعدام الغذاء وسائل تبدو في أحيان كثيرة أشد فتكا منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت في بيان لها أيضا إن قرابة مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد من ضمنهم نحو 360 ألفا دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد جدا وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة موسيقى